عجل بسبب لعبة الببجي طفل يأخذ مسدس والد ويقتل شقيقه ويهدد الجيران وتحذيرات عجلة لجميع أولياء الأمور قتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات على يد شقيقه الأكبر منه ذو الاثنى عشر عام بعد إطلاق النار عليه من مسدس والده في الصافية بصنع وقالت مصادر محلية الأربعة أن الطفل طامش ذات لعشر سنوات قتل برصاصة من مسدس والده بعد إطلاق النار عليه من قبل أخيه الذي يكبره بعمين وأضافت المصادر أن الطفل الأكبر تسلل إلى غرفة والده أثناء غياب أبويه وتم فتح حقيبة والده والحصول على المسدس وتعبئته برصاص وأعطوا أخيه الأصغر بقية الذخائر وأكدت المصادر أن الطفلين فتحان وافد المنزل في الطابق الثالث مهددين الجيران بإطلاق رصاص وهو ما تم بالفعل لكن الجيران لم يستطعوا التدخل خوف من إصابتهم بأعيرة النارية وأثناء إطلاق النار من المسدس بشكل طائش تسببت رصاصة في مقتل الطفل طامش على يد أخيه وسط تحذيرات من ترك السلاح في أماكن يستطيع الوصول إليها الأطفال حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة